حبيت استعرض في البداية هذه الأمور على أساس نفهم خلفية البلاد فهذه البلاد هي ترحب بكل الناس ولسيما العالم الإسلامي والعالم العربي والعالم الأفريقي وكل الدول التي تحتاج ولسيما الدول العربية والإسلامية اللي هارب من الأنظمة واللي هارب من القوانين واللي هارب من الدين والعبودية وهارب من كل شيء بحثا عن الحرية بحثا عن حياة جديدة اللي يهتم بعيلته ويهتم بحياته يكون جزء من هذا المجتمع وليس منفصلا عن المجتمع جزء من المجتمع حتى يكون المجتمع الكامل اللي هو من خلفيات عديدة من حتى لغات عديدة من ديانات عديدة من طواقف عديدة مش بس مسيحيين يهود مسلمين في طواقف كتير في هذا العالم وهاي الدول بشكل عام بتسمح أنه كل واحد يمارس العبادة وحريته في مكان العبادة بشرط أنه ما يضايق كتير مرات بيتنازل عن هذه القوانين لألا يعثروا وعلى أساس ما يدخلوش في مواجهة وعلى أساس أنه تحافظ على السلام فأنا حبيت أعطي فكرة أنه كتير مرات من أحبائنا المسلمين بعمموا هذه دول مسيحية لا ما في شيء اسمه دول مسيحية هل تعلم أنه في مسيحيين في الصين أكتر من أمريكا؟ هل تعلم أنه في مسيحيين في آسيا أكتر من أو في جنوب أمريكا مثلا البرازيل أو في أفريقيا أعداد كبيرة فهذه التسمية ممكن تكون تسمية صحيحة على أساس ابتدأت كمبادئ مسيحية أخلاقية التي سنت قوانين التي هي احترام الآخر والاهتمام بالآخر والاعتناء بالآخر ولما في حرب أو في مجاعة أو في أي كارثة ولسيما في هذه الدول أول دول بتشوفها أنه هاي الدول اللي بتهتم أنه تبعث الإعنات والمساعدات الإنسانية وبتهتم بالإنسان كإنسان لأن الإنسان هو قدس أقداس الله لأن الإنسان بكل بساطة مخلوق على صورة الله فهو أهم ما في الخليقة على صورة الله المقصود الصورة الأدبية الصورة الروحية طبعا أكيد تفهمين علي لا أقصد الفكرة الجسدية حاشا أن تحدد الله في هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر